بيشرفنا النهاردة وجود دفع عزيزة عندنا في المركز الإعلامي لإبراشيت هولندا القطية الأورثوزكسية الدكتور جورج باسيليوس الدكتور جورج باسيليوس هو أستاذ علم الدفعيات في معهد قديس أساناسيوس في ولاية تيكساس بأمريكا وفي معهد قديس بوليس اللاهوتي في ميسيساجا بكندا وفي معهد قديس أساناسيوس اللاهوتي في ناشفل في ولاية تنسي بأمريكا ومننساش كمان أنه هو مؤلف كتاب الحقيقة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا ناشف دكتور حابين حضرت تكلمنا أكتر عن دكتور جورج باسيليوس أنا كنت مولود في مصر أبويا كاهن الكنيسة البطروسية العباسية كوموس باسيليوس باسيليوس متنيح وهجرنا لأمريكا وأنا عندي 12-13 سنة ومن ساعتها في أمريكا في ولاية كاليفورنيا في بلد سان فرانسيسكو وحاليا أعيش هناك متزوج ميراتي ميراندا وعندي ولدين دانيال وجاناثن حب نيخلهم لك دكتور شكرا شكرا عارفين يا دكتور أن والد حضرتك هو القوموس باسيليوس باسيليوس كان كاهن كنست البطروسية في القاهرة في أي سنة هجرت حضرتك وتصابونا لأمريكا ولو مسموح نعرف ليه آه أوي أوي إحنا هجرنا سنة 85 ومن ساعتها وإحنا في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في أمريكا وأبويا كوموس باسيليوس تنيح في 87 نحن نخدم سنتين بس في سان فرانسيسكو وبعد كده تنيح هجرنا يعني بكل بساطة كده ما كانش يعني في الاعتبار خالص نحن نهاجر آه أختي الكبيرة أنا عندي آه أخين وأختين أنا أصغر إخواتي الخامسة أو أنا الخامس يعني من إخواتي آه وأختي الكبيرة الدكتورة سامية آه جالها عريس من أمريكا أوكي وتزوجت وسفرت أمريكا أخويا اللي بعدها على طول جي زورها قعد أوكي أختي جت زورها قعدت أخويا تاني جي زور قعد فيعني كان الموضوع بقى يعني العيلة كلها ابتدت إيه؟ عملية لم شمش بالزبط كده بس الكلام ده هي جات جات متحالي سنة آه أعتقد تمانية وسبعين وأخويا جهت آه تسعة وسبعين ويعني جينا كلنا على خمسة وتمانين أوكي يعني حضرتك سافرت صغير خالص وأنا صغير وأنا صغير أه أفرح كي شبت مصر وأنا صغير ومن ساعتها في أمريكا بس يعني أنا ملاحظة من حضرتك بتتكلم اللغة العربية كويس جدا آه وبتكتب اللغة العربية دل أنا شفته كويس جدا بردو آه أنا أحب اللغة العربية آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ كتب كدس البابا شنودة بالعربي فيعني ده كان يعني أنا مدين له نحببني باللغة العربية حقيقي فعلا لإني إحنا عندنا حاجات كنوس كتير باللغة العربية بالضبط بالضبط إيه هو يا دكتور كان تأثير السفر على جورج باسليوس الطفل هو أنا صغير كنت زي ما قلت لحضرتك كنت بعشق كتب أي كتاب ألاقيه أقرأ وأكثر من مرة فزي كتب الأنبا يؤنس أسكف الغربية المتنيح وكان صديق حميم لابويا كموس باسليوس وحتى سافروا السماء في نفس الأسبوع في نوفمبر 87 يعني يعيشوا مع بعض وبردو طلعوا السماء مع بعض فعندي مكتبة الأنبا يؤنس كلها كل كتبه مسيح هنا فوق الزمان عقيدة المسيحيين في المسيح الاستشهاد في المسيحية بستان الروح السماء الصليب في المسيحية كل كتب الأنبا يؤنس كنت يعني بقرها أكثر من مرة وكتب طبعا تفسير الكتاب المقدس لأبونا تدرس يعقوب وأكوالي الأباء الجميلة اللي كان بيستخدمها أبونا تدرس وطبعا كتب قدس البابا شنودة فأنا تلمزت على هؤلاء يعني طبعا والدي أبونا بسيليوس كنت في ديله دايما في الكنيسة في البطرسية وأنا صغير جميل يروح الكنيسة يعني اجتماع خدام أروح معاه خارجة فرح يعني تمالي متواجد كنت دايما في ديله كده هو آه تمالي متواجد كهنا زيما يبسوا في فرجية كنت إيه فاستخبى كده في الفرجية معاه وروح الكنيسة يعني زيما قلت لحضرتي كنت بأعشق يعني أعرف أتعلم من زيما قلت نيةة الأنباء يؤنس الأنباء موسى أسكف الشباب برضو تلمزت على قدي وهكذا وعلشان كده برضو اللغة العربية قويت وبرضو مراحتش لما سفرت أمريك بالزبط بالزبط أنا أصريت أني أقرأ عربي علشان برضو تفضل معايا اللغة وأقدر أشوف الكتب الجميلة اللي كتبوها أبائي يعني أنا أعتبر مثلا قداست البابا شنود أنا التلمست عليه على عزاته كتباته الأنباء يؤنس الأنباء موسى أبونا تدرس يعقوب أبونا داود لمع دول يعني أبائي أبائي كلهم جميل قوي يا دكتور برغم أن حضرتك سفرت وإنت طفل بس يعني كل ده فضل معاك يعني أو فضلت محتفظ بي يس أشكر ربنا بس دي أعتقد يعني يا دكتور دي نبع برضه من التربية بابا الكوموس باسيليوس أعتقد أنه كان كان محب جدا لدرجة أنه حببك في الكنيسة وحببك في في الصلاة وحببك في إراءة الأبائيات والكتاب المقدس وكل لحضرتك ذكرته دا كلام مظبوط وهو كمان كانت بيحب الإراءة جدا وحببني في الإراءة هو كان نسيت أقول أنه كان أستاذ الوعز في الكلية الإكليريكية في العباسية فكان يعني مشهور بأنه والبطرسية زمان ما كانش فيها ميكروفونات فكان يعني الوعز كان خطبة يعني وعز وعز بكلام جهوري كده فكان هو دايما يعني كنت أسمعه ويعني أنبهر بوعظه وتعليمه فحببني في اللي بيعمله يعني اللي بابا كان بيعمله تقريبا دكتور جورج برضو بيعمله أنا يعني ياريت بس أنا بعمل حاجة بسيطة خالص اللي هو بيعمله نعم بس حقيقي طويل هو أكشلي هو لنا ولا بابا هو ربنا اللي بيعمل إحنا بس أدوات في إيده حقيقي إحنا أدوات في إيد ربنا دكتور أنا حابة بقى أنك تكلمني أكتر عن دكتور جورج بسيروس في الدراسة في الليلة درست لما سفرت أمريكا وأنا صغير روحت الهاي سكول خركت من الهاي سكول خركت من الجامعة درست دراسات عليا في جامعة في كاليفورنيا خدت دراسات في الفلسفة في العصفي وفي علم النفس وكنت بس أل نفسي يعني أنا بحب الفلسفة وعلم النفس بس أل نفسي يعني طب يعني إيه إيه نهاية المطاف فكنتش عارف إن ربنا مجهز خدمة الدفاعيات وساعدتني جدا الفلسفة وعلم النفس في خدمة الدفاعيات أو اللهوت الدفاعي ربنا مجهز خطة بالزبط كده أنا ممكنش عارفها ومتزوج في سان فرانسيسكو مراتي ميراندا متزوج من 20 سنة و21 سنة وعندي ولدين دانيال وجوناثن حب أعرف يا دكتور عن كتاب الحقيقة إيه الفرق بين كتاب الحقيقة في الدفاعيات اللهوتية وإيه الفرق بين أي كتاب تاني ممكن إحنا نقرأه هو اللي يميز كتاب الحقيقة هو أديكي يعني نبزع عن ابتدى إزاي الكتاب ده أو قصة الكتاب هو يعني لازم أدي برضو الفضل اللي شجعني كتابة هذا الكتاب هو نيافة الأنبة يوسف أسقف جنوب أمريكا يعني أبوي الروحي والكمس داود لمعي أبونا المؤكر داود أبونا أبو داود لمعي هو برضو أبوي الروحي اللي شجعوني على كتابة هذا الكتاب فقالوا لازم يعني نكتب كتاب علشان الشباب يقرأ فأنا قلت طب الشباب يعني ملوش خلق يقرأ يعني كتب يعني ساق تقيلة من الجلد للجلد فقلت نكتب الكتاب بأي لهجة وبأي صورة يعني فقلت أحسن حاجة نكتبه بصيغة أسئلة وأجوبة جميل فلميت معظم الأسئلة اللي كانت بتجيلي من الشباب في الكتاب داود وجبت 35 سؤال و35 إجابة بحيث أن أنت عندك سؤال في موضوع معين تروح للكتاب وتقرأ في الموضوع دا وتقفله تاني مش هازم تقرأه من الايه من الجلد للجلد من الجلد للجلد فيعني كان الشباب حب الطريقة دي إن هي عبارة عن أسئلة وأجوبة والإجابة مقلة ودل يعني إجابة 3-4 صفحات إجابة منطقية وإجابة كتابية فلو عاوز تعرف بالمنطق وبالعقل ولو عاوز تعرف طبعا من منظور الكتاب المقدس بيقول إيه جميل قوي دكتور دي طريقة زكية جدا تقدر تخلي شبابنا يندمك في كتب زي دي لأنه طبعا علم الدفاعيات اللي هو تادي علم صعب ومش أي حد يقدر يفهمه حتى في شابه الصغية فدي طريقة زكية جدا يعني أنك أنت توصلهم بطريقة مبوصلة نشكر ربنا وأشكر أبائي الأنبى يوسف وأبونا داود إحنا كمان بنشكرهم بنشكر حضرتك تايش أشكري دكتور إحنا نعرف أن دراسة حضرتك هي علم النفس والفلسفة إيه خلى دكتور جورج يتجه لعلم الدفاعيات هو أنا ما كانش قصدي هو أنا زي ما قلت لحضرتك أنا حبيت يعني يعني التعليم اللي هو يعني بيركز على الفكر الفكر الأرثودوكسي المسيحي السليم الجميل النقي وحبيت أن أنا أتكلم مع الشباب بنوع مش بالعقلانية فقط لا بس حبيت أن أنا أجاوب الشباب بالأسئلة اللي بيسألوها بطريقة منطقية صحيح يعني بس برضا عاز أقول أن يعني التركيز مش بس على المنطق أنا أحب أن أنا أعمل جسر ما بين العقل والقلب يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أنمو في معرفة الله وأغزي عقلي بهذه المعرفة لكي ينخس قلبي بمحبته صحيح فأنا أعرفه أحبه ولما أحبه أعرفه أكتر ولما أعرفه أكتر أحبه أكتر إيه بقى الهدف؟ أو إيه النتيجة؟ إن أنا أحفظ وصياه بإرادتي فلأن كل يعني النفس البشرية مكونة من ثلاث عناصر العقل والقلب والإرادة فأنا أنمو في معرفة الله بعقلي أنمو في محبة الله بقلبي أعيش وأحفظ وصياه بإرادتي فأنا كنت عاوز أربط الثلاثة دول وأقدمهم كده إيه؟ يعني كوجبة للشباب فما قدرش أقول لهم يعني لا ما فيش إجابات للأسئلة دي لا لازم أديهم إجابة منطقية زي ما قلت أغزي بيهم عقولة العقل وعشان يحبوا الله لأن أنا فيه يعني كتبت في الكتاب الحقيقة بقول إن القلب لا يقدر أن يحب ما لا يعرفه العقل صحيح فلازم أعرف ربنا وأنمو في معرفته ودي يعني قديس بوترس الرسول قال لننمو في معرفة ربنا نسيت الشاهد بالزبط بس يعني ننمو في المعرفة ننمو في المحبة نصنع الإرادة صحيح دي حقيقة فعلا يا دكتور هي فكرة حلوة جدا لكي لا تكون الوصية صغيلة بالزبط لأن احنا هتوصل من عقلنا القلبنا ومن قلبنا إرادتنا هي اللي هتنفذ بالزبط وكمان فيه برضو حاجة تاني المعرفة فيه فرق بين المعرفة والفهم أنا مش عاوز بس أعرف أنا عاوز أفهم ليه؟ عشان لما أفهم أقدر أسلك وده الفرق بين التلاتة المعرفة والفهم والحكمة الحكمة هي معرفة مطبقة معاشة طب أعرف يعني إزاي أعيش اللي أنا بعرفه لازم أفهمه يعني أدي لحضرتك مثال مثلا الوصية اللي بتقول أحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم طب دي وصية أنا عرفتها لازم أفهمها أفهمها يعني إيه؟ طب إزاي كما أحببتكم إزاي ربنا حبني حبني أنه بذل نفسه عني هي دي المحبة فأنا فهمت دلوقتي معنى المحبة الحكمة بقى تقول إيه؟ إن أنا أطبق وعيش اللي فهمته من خلال هذه الآية إن أنا أحب الآخرين بطريقة البذل اللي ربنا حباني بها فالربط دو يعني الأبولوجاتيكس أو علم الدفاعيات يعني بيساعدني إن أنا أدي هذه الوجبة كاملة للشباب هي وقبة دسمة جداً بس في كابسولة صغيرة بالضبط سهلة البلعة بالضبط وده أهم حاجة في الدفاعيات اللي عارفة السهل الممتنع حقيقة إن مش لازم نتكلم في أكاديميات يعني في الإكليريكية بتكلم في أمور أكاديمية لأنها في الإكليريكية إنما مع الشباب يعني تبسيط الأمور أنا كنت بسمع لنيافة الأنباب شوي أسكوف دمياطة تنيح سلسلة تبسيط الإيمان المسيحي وحبيتها جداً جداً يعني إزاي نبسط صحيح الإيمان بحيث إن نديه للشباب شبابنا ولادنا وبناتنا بحيث إن هم يهدموا يعرفوا يفهموا علشان يعيشوا به وده سؤالنا الجاي يا دكتور السؤال بقى هو يا دكتور إزاي نقدر نبسط لأي ملحد أو لطفل صغير إن ربنا المموض فعلاً نعم لملحد نبتلي بملحد وجاءت لي أسئلة كثيرة جداً النهاردة مبارح من الشباب على طب إزاي أقدر أتكلم مع صديقي الملحد عن يعني وجود الله وهكذا أنا نصحتي هي كلقاتي ما نتكلمش كتير بس نسأل كتير إحنا عايشين في عصر يعني الناس مش عاوزة تتوعز صحيح وتاخد بقى إيه يعني لكتشرز يعني بس بحكمة طبعاً قبل كل حاجة لازم يكون كلامي مش بس كلام واحد بقى دارس وفاهم وعارف لا حلو يعني أعمل واجبي إن أنا أدرس وأفهم إنما لازم أصلي عشان ربنا يديني كلمة لأن لو الكلام بتاعي دو بس حكمة إنسانية أمش لها يودي ولها يجيب لازم زي ما قالك القديس بوليس الرسول الكورنسوس إنما يكون إيمانكم مش بحكمة الناس بل بقوة الله فلازم يكون في يعني كده مزيج نعمة ربنا اللي تقودني وتتكلم على الثاني فلازم دي يعني حاجة أساسية أتكلم مع المرحد وأسأله أسأله أسئلة وخليه أخليه كده يفكر أو يعني يمكن إيه يعيد النظر في أفكاره أفكاره الإلحادية أسئلة تكون كده يعني يعني في الصميم أعرف أسأل أقول إيه عشان كده برضو مهم إن أنا يكون عندي يعني علاقة مع هذا الشخص وأشوف يعني إيه إيه هو سبب الإلحاد لأنه برضو أحب أقول حضرتك نشوة فيه ثلاث أسباب للإلحاد أسباب كثيرة بس ممكن أجمعهم كلهم في ثلاث أسباب أسباب عقلانية واحد مثلا بيقر كتير ودرس في الساينس وفي العلم ومش قادر يستوعب إن الله يعني نقدر يعني إيه يعني العقل مش قادر يستوعبه العقل مش قادر ومعلم مش شايفه وأنا الراجل عالم إن ما كنت شايف الحاجة وملموس يعني يعني إيبقى مش موجود أسباب في القلب المشاعر أنا زعلان من ربنا وعادة الأسباب دي بتكون نتيجة مثلا إيه حدث مثلا معاناة الشر في العالم وهكذا بعد مثلا حالة وفاة شديدة حالة وفاة شديدة وهكذا أنا زعلان ومدائق من ربنا إزاي يخلي مثلا يعني هذا الطفل أو مش عارض إيه إن هو يموت يعني هو حدثة أو جريمة أو السبب السبب التالت هو أشهر لأسباب إحنا قلنا التالت عناصر في النفس البشرية العقل والقلب والإرادة سبب بقى الإرادة أنا مش عاوز أؤمن بوجود الله علشان عاوز أعيش حياتي يعني بالطول وبالعرض بتلكك بتلكك مش عاوز بقى حد إيه يعني يقول لي اعمل ما تعملش فأنا أعرف إيه السبب هل هو سبب في فكره ولا سبب في مشاعره ولا سبب في إرادته وده يديني مدخل طب أعرف السبب إزاي أسأل أسئلة والأسئلة كمان بتخلي الشخص اللي قدامي يعني يحس إن أنا يعني interested بالضبط في حياته واتكلمني وقل لي فدي نصيحة ما نتكلمش ونوعز كتير نسأل أسئلة الطفل الصغير أسأله برضو أسئلة تناسب سنه يعني مثلا أقول له طب الكون ده التصميم في الكون ده والعالم ده يعني إزاي وجد كده هو مش ماقول وجد من لا شيء أكيد لا فمين اللي صمم هذا الكون لازم واحد يكون عنده يعني كلي المعرفة وكلي القدرة أنه يصمم الكون العظيم ده وأدي له أمثلة وأحكي له قصص دي أحسن حاجتين أقدر أوصل المعلومة بيها للولد الصغير أمثلة تشابه زي ما كان رب المجد يسوع المسيح بيستعمل الأمثلة عشان يقدم الفكرة صبت وقصص وحكايات قصص والحكايات دي دايماً إيه بتلزق صح في أذهان الأولاد والكبار على فكرة آه فعلا يعني لما مثلا أبونا في الوعزة يقول أحكي لكم حكاية كل اللي في الكنيسة إيه بيركز يركز يحب الحكايات صحيح فدي برضه أسلوب نقدر أنه إحنا نستعمله في حوارنا مع الأولاد لكل شاب يا دكتور حابب يدرس الدفاعيات أو يبدأ بتعلمها حضرتك تنصحوا بإيه آه طبعا أنا أشجع اللي بيدرس حاوز يدرس الدفاعيات بس بقى أحذر برضه وبقول إن الدفاعيات أو دراسة الدفاعيات سلاحزوا حدين أول حاجة لازم أعرف محدودية علم الدفاعيات إن ما افتكرش بقى إن كل الأسئلة أقدر أجاوب عنها بالعقل والمنطق وبالدفاعيات أبداً صحيح أبداً لأن في أسئلة يعني العقل والمنطق بيقف عندها يعني يقول لا دي عاوزة إيه عاوزة إيمان عاوزة إيمان والقديس بوليس الرسول بيقول في عبرانيين 11 آية 3 بالإيمان نفهم فلازم يكون يعني نعرف محدودية الدفاعيات في أسئلة فعلا نقدر نجاوب عليها بالمنطق بس في أسئلة برضه كثيرة نقول إيه دي محتاجة إنك أنت يكون عندك اتضاع فكري عشان تقدر توصل للإيمان عشان تفهم اتضاع في الفكر عشان توصل للإيمان عشان تفهم اللي أنت بتسأله دي أول حاجة تاني حاجة عشان كده بقول إن الدفاعيات مش هي دي اللي يعني بتجيب الناس أو كونفرت يعني إيه اللي هي بتحول الناس من ملحدين إلى مؤمنين لا يعني استجابتك لعمل الروح الكدس هو ده اللي بيأثر فيك الدفاعيات مجرد بتجاوب على أسئلة علشان تفتح الباب لعمل الروح الكدس فاهمة أصدي؟ أنا فاهمة أصدي فلازم برضه أعرف إن أنا لازم يعني ما أهملش عمل ربنا في الكلام اللي أنا بتكلم به العمل ربنا في المتكلم وفي السامع أيضا حقيقة وأمثلة كثيرة جدا 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 في الكتاب المقدس عن إن أنا إيه لازم نعمة ربنا تشتغل معي فحاجتين حاجتين أول حاجة الدفاعيات لازم أحطها في مكانها المظبوط وأعرف محدوديتها مش هتجاوب كل الأسئلة تاني حاجة إن أنا لا أهمل عمل الروح الكدس معي تالت حاجة تاني برضه أنصح بيها إن إحنا في الدفاعيات عاوزين نكسب نفوس مش حجج مش مجرد مجادلات ومناقشات بس كده لا دي حاجات يعني في العالم إنما اللاهوت الدفاعي المسيحي أنا الهدف الوحيد اللي أنا بتكلم معاك فيه علشان بحبك وعاوزك تعرف الحق اللي أنا أعرفه بس كده يعني زي ما قال الإنجيل رابح النفوس حكيم بالضبط كده مش رابح الحجج حكيم رابح النفوس حتى لو بان إن أنا خسرت النقاش خسرت الحجة والجدال مش مهم الموضوع مش موضوع شخصي أنا ممكن أخسر يعني يبدو أن أنا خسرت بس إيه لمست قلبك بس كسبت اللي قدني أكتر مما كسبت الأبد فأنا هدفي قلب نفس الشخص مش الحجة يعني فدي نصائح أقولها للعاوز يعني يدرس علم الدفاعيات معلش أقولهم تاني إن الدفاعيات مش هي دي إجابات كل حاجة لازم أسيب مكان للإيمان اللي هو يسمو عن العقل لا يتعارض عن العقل بل يسمو عن العقل وده محتاج لتواضع في الفكر عشان أوصل للإيمان تاني حاجة لازم أسند وأعرف إن عمل الروح القدس دي أهم حاجة في حواري مع الآخر عشان يديني نعمة في الكلام وإيه برضو ينخص قلب السامع اللي قدامي تالت حاجة إن أنا أعرف إن الدفاعيات دي هدفها النفس والقلب بتاع الشخص اللي بتكلم معا وليس القضية وليس القضية بالضبط كده دكتور جورجي إحنا مبسطنا جدا جدا باللقاء والحديث للأسف الوقت بتاعنا خلص وإحنا مش عايزين حضراتك تمشي بس نتمنى نشوف حضرتك في اللقاءات كتير تاني ونتمنى حضرتك تزورنا تاني كتير في هولندا أعتقد إن الشباب مبسطت جدا باللقاءات مع حضرتك ونتمنى نشوفك مرة تاني تعيش يا سيدة ناشوة أنا أشكرك جدا على اللقاء ده وأشكر سيدنا الأنبي أرساني والشباب أنا يعني مبسطت جدا جدا معهم بارح والنهاردة وأتمنى يكون فيه لقاء آخر ويعني أشكر محبتكم شكرا سجور ألف شكرا أيش